اشتركوا في القناة لذا عليك ان تكون منتبها اثناء قضاء اجازتك دعني اذكرك اذا كنت تتابع القناة لا تنسى تفعيل جرس الاشعارات حتى يصلك كل ما هو جديد في قناتنا اولا كأس من الذهب كأس يزن اكثر من نصف كيلو جراما من الذهب كان جزءا من كنزا كان متواجدا على سطح مركبا اسباني من القرن السابع عشر وجده شابا صائدا للكنوز اقصى جنوب فلوريدا حيث ظن انه التقط علبة من الجععة حددها كاشف المعادن لكن عندما عاد الشاب وجد ان الرمال تغطيها وعندما ازالها وجد هذا الكأس الثمين منحوطا بشكل جيد حيث كان جزءا من كنزي سانتا مارغريتا والذي يرجع تاريخه الى السادس من سبتمبر من عام 1622 وكان بعيدا عن جزيرة الكايويسوس باربعين كيلو مترا نتيجة اعصار حدث اثناء عودتهم الى اسبانيا وينتمي هذا المركب الى اسطول نويسترا سينورا حيث غرق على ساحل فلوريدا وقد قدر هذا الكأس الذهبي بمليون دولار وتم الاحتفاظ به بالمتحف البحري ميلفشار منذ عدة سنوات على شاطئ هولندية استيقظ الناس على منظر مدهش للغاية حيث وجدوا على رمال الشاطئ الافا من الاحذية الرياضية حيث ذهب اهل البلدة وانتهزوا هذه الفرصة والغير مكلفة على الاطلاق وبعد عدة سنوات اعلنت شاحنة الناقلة انها فقدت عدة حاويات بها منتجات عديدة ستباع في الولايات المتحدة الامريكية كما ان هذه الحادثة ليست الاولى من نوعها فهناك الاف من العاب الاطفال على شكل البط الصغير قد فقدت ايضا في البحر ثالثا حقائب الاوراق هذه القصة حدثت في فنلندا من عام 2003 حيث كانت تقضي عائلة ما اجازتها على الشاطئ لم يكن يتوقع الوالد ان هذا اليوم سيكون من افضل ايام حياته على الاطلاق حيث كان فقط مجهولا بان ينضي بعض الوقت مع عائلته وبينما كان طفله يبني قلعة من الرمال وبعد مرور نصف ساعة ذهب اليه طفله يطلب منه ان يساعده في بناء هذه القلعة فانضم اليها وبدأ يحفر حفرة عمقها وصل الى نصف متر حيث شعر ان يداه استضمت بشيء ما وعندما التقطها كانت عبارة عن حقيبة وتخيل ان هناك شخصا ما قد نسيها لكن لم يكن هناك احدا على الاطلاق لهذه الاوراق وعندما قام بفتحها وجد فواتير بقيمة مليون دولار لكنه اعادها الى الحكومة لتحسن التصرف بها حيث حصل على تعويض ضخم لكونه شخص طيب رابعا العثور على الملايين اسطول سيدة اتوتشا الذي غرق عام 1622 في ساحل فلوريدا اثناء عودتهم الى اسبانيا حاملين العديد من البضائع الثمينة من بينها 24 طن من الفضة ومئة وثمانون الف قطعة بيس من الذهب وخمسمائة واثنان وثمانون الف من النحاس وفي عام الف وتسعمائة وستة وستين بدأ فريق الميل فشر البحث عن هذا الكنز والذي استمر 16 عاما وأخيرا في عام الف وتسعمائة وخمسة وثمانين وجد الباحثون المركب وقاموا بجمع مئات الاشياء الثمينة والتي قدرت بحوالي خمسمائة مليون دولار وأعتقد انه استحق البحث عنه طوال هذه السنوات بينما مات ملفشر عام الف وتسعمائة وثمانية وثمانون خامسا قيء الحوت أو ما يسمى بالعنبر هو عبارة عما تفرزه معدة الحوت عندما يبتلع اشياء متحجرة للغاية والذي يمكنه ان يجعلك ثريا للغاية حيث تخرج هذه الاشياء الى الشاطئ وعندما تتعرض الى عوامل الجو حيث اشعة الشمس تتحول الى مادة ذات رائحة جميلة معروفة لدى جميع صانع العطور حيث كان هناك رجلا يتنزه مع كلبه على الشاطئ ووجد قيئنيز حوالي ثلاثة كيلو جرامات والذي قدر بحوالي مئة وخمسة وخمسين مليون دولار فهي مادة تمثل في قيمتها الذهب الجديد رغم الرجوع الى اصله المقزز وكالعادة اتمنى ان يكون الفيديو نال اعجابكم ولا تنسوا الضغط على زر الاعجاب اسفل الفيديو وتفعيل جرس الاشعارات كي يصلكم كل جديد الى اللقاء اشتركوا في القناة